نذهب أذهب كنم و في حديث آخر سيف سري كوبابة على اليوم سنتدوط لحديث موجهة ماريا ساكاري بريمون كل عادة و ديما في اذمارها كونس و اذمار التونسي الحلو و ياسف راحبوا بكم و باش نشوفوا في الفيديو الى اليوم اخر مستجدات باش نحكيه شوي على السحابات اللي صارت من دوره تونس مع العلم هي كيفش تقرأ بالصينية ره نسمعه الصينيين كيفش يقرأوا اسم بلاده جانجو اكهو مرة جاية من هنا فصاعدا نسميوها جانجو دونك مش نحكيه شوي على قرعة جانجو بعد السحابات الكبيرة اللي صارت في فيها الدورة هذي صاحبة ريباكينان صاحبة كوكوكوف صاحبة مخوفا فاندروسوفا برشة 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 انسحابات صارت فيها وبالتالي بش نشوفو شكون الفافوريت اللي بقاو في التورنواة بش نحكيه على القرعة بعد الانسحابات هذي كما قلت بش نرجعو لدورة بيكين والانتصار متاع ايجاج فيونتاك في الفينال لعبة سامسونوفا اخر مستجدات بالنسبة لدورة المونستير بش نعطيكم فكرة على الترتيب العالمي جديد الأسبوع هذين انتلاقنا من اليوم لاثنين تسعة اكتوب نضم هما دونك المواضيع اللي بش نتطرقولهم في الفيديو هذي لكن قبل كل شي ما تنسوش دريبا لايك اللي مش مشترك في القناة هي عبا تعمل الاشتراك في القناة مشايرو الفيديو لاصحابنا و احبابنا ونرجعو لكم تجمز قبل ما نبدأ نحكي على التينيس نحب نحل القوس نبعث فيه رسال دعم و مساندة الشعب الفلسطيني واذا ما نرجموش ندعموهم بطريقة اخرى عالاقل ندعموهم معنوايين بالكلمة الطيبة والدعواات متاعنا نقلو لهم ربي ينصركوا نرجع طاول موضوع متاعنا وباش نبداو باللي صار في دورة بيكي مبارح احد والنهائي اللي تلعب ما بين ايجاج فيونتاك و سامسونوفا كما كان منتظر فانو ايجاج فيونتاك ربحت بسهولة بنتيجة ستاثنين سامسونوفا بعد ما ورعت وجهها مميز خصوصا في الدور النصر النهائي ضد ريباكينا واكدت التفاوق متاح على ريباكينا ربع مرة تقريب تربح ضد ريباكينا و خسرت حتى مرة ضد ريباكينا نرجع للماتش جويونتاك سامسونوفا جويونتاك هزت تيتر عن جدارة لكن لكن اللي ريناه من جويونتاك في الماتش هذا وانا حبيت نحط لكم هنا الستاتيستيك للماتش بشترة وحاجات غريبة صارت في الماتش هذا وذلك اللي ميز إيقاش فيونتاك على جميع اللاعبات صنز إكسبسيون بدون استثناء إيقاش فيونتاك نبدو بالإرسال إيقاش فيونتاك زيرو دوبلو فوت مع العلم حتى في الإيزايس راي متعملش بكو دوهايس إيقاش فيونتاك تلعب المضمون يعني في الإرسال متاحها تلعب المضمون تلعب بالطريقة اللي دي ريما ننوها لها وانو ماذا بنا لكين أنس جابر طولي تلعب بالطريقة ديك يشارج بالفرزي زيس لا تحاول إيش تعمل زيس تحاول تحط كرة صعبة تحط الأدفيرسيران ديفيكولتي من أول من الأول حتى كان الكرة الأول جد غالطة دوزيان بقى لزيت تلعبها بنفس الفصان على المضمون كرة قوية مغير ما تلعب كرة في العمق وإلا على الخط يشفي تكون كرة قوية تاخذ بها لفونتاج في الإيشانج وذلك دي ما تعمل فيها تقريبا إيقاش فيونتاك قليل وينروا إيقاش فيونتاك تعمل أناس على السيرفيس متاحها أونتوكا دونك الرقم الأول المهمة في الماتش متاع إيقاش فيونتاك زيروا دوبلا فوت ثانيا الرقم الثاني بقى دو وينرز ما عملتش دو وينرز عملت دو وينرز ماتش كامل تخيلوا لعبة ماتش كامل دو سات كاملين تعمل كان دو وينرز لكن ان كونتر بارتي تعمل حتى فوت نان فورسي شمع لانتاك يعني ما تعمل لكش أخطاء مباشر دي ما تلعب على الجارانتي دي ما تلعب على المضمون كوراتها رغم صعب أقراب من اللي ليني يعني البريسيزيون وذي هي بتاتر كما قلت سوكي مانك انبو لانزجيبر انزجيبر لو كان تتعلم من ايجاج بيانتك لديتايا ذوما مع الفنيات متاحة توالي حاجة أخرى انتوكا دانك zero enforced errors لكن حتى في الاخطاء البروفوكي عم تكن سبعتاش يعني يعني قليل وين تتحط تحت الضغط سيرار سيرار وين تتحط تحت الضغط ذاك علاش لا تعمل اخطاء مباشرة لا اخطاء غير مباشرة شوفوا تراها سامسونوفا والتوتال عملت 52 خطاء 26 خطاء مباشرة يعني و 26 خطاء فرصي يعني فرق ماهول في عدد الاخطاء اللي ما بي نزوز لعيبات ونزيدوا على هذا وقت اللي ايجاج ويون تاك تجيها كات اربع فرص متع كسر اوال فرص متع كسر ما تراتيهاش وتعم بها كسر يعني ما تضيعش لزوكازيون هذا اللي ميز ايجاج ويون تاك هذي عليش هي من احسن اللاعبات وكالاستقرار في الاهداء متاحها او السبب فيه شفتوا ثلاثة اربع عرقام يحوصلوا يفسرون شكوني هي ايجاج ويون تاك في السبكتاكل متعملش سبكتاكل متقلق شرحك مش تفرج فيها اللهم كتب دلت فيرسار متاحه لعبة فنانة لعبة تفرج وقتها يولي ثم شوية سبكتاكل ما هي بش تعملك سبكتاكل يستحيل متقلق شرحك هي تلعب جوست بريسيز دقة ما تعملش اخطاء كاو وبالتالي تربح الماتشوية تمتاحها يعني بالمسطرة والقلم في الاخر الانتصار تمتاحها بيان كالكولي محسوبين دفنس صح عليك يا ايجاج يا ابنت اعطيك صح عليك عطاك الوقت نمشي وتول الموضوع الثاني اللي هو دورة المنستير أنا دي جام مرة فاتت قلت وانو كان لي وانس جبر لا تشاركش في دورة المنستير والباري والباري حسب الاستنتاجات مش معلومة استان كونستالي بش نقوله واناها مش بششارك في دورة المنستير في الفاردي لكنها بش تشارك في الزوجي مع فينيس ويليامز نعرفوا اللي فينيس ويليامز بش تجي و بش تشارك في دورة المونستير من اجل انس جبر بش يلعبوا مع بعضهم في الزوجي اما في الفاردي مستبعد جدا وانه بش تلعب عنص جابر ديار في اخر ومضة اشهرية عاملينها دورة اليسامين ما حطوش عنص جابر في الومضة سوكي بروف واخر ومضة تعملت وتم بارحا سوكي بروف وانو مايش بش تشارك فيه وذي المنطق يلاوه تشارك في الزوجي خطر الزوجي مايستحقش مجهود كيمال فاردي وفي الزوجي مثلا حتى مشكلة كان حتى كان خسر كماتش الأول والماتش الثاني ما عندوش نفس الامباكت ونفس التأثير ديار تحضر نصف الأول من الأسبوع خصوصا من أجل فينس ويليام زي لعبوا مع بعضهم يعملوا جو يساهموا في الحضور الجماهيري حضورهم هما يساهموا في النجاح الجماهيري متاع الدورة ويجعل الجمهور يجي سواء باش تلعب ولا ما تلعبش روح حتى كما تلعبش وجودها غادي حال ذاته بش يستقطب برشا من الجمهور تحضر في بعض الماتشوات كما قلت لكم من المرفات نجم تحضر كضيفة شرف هذا ما نصوره بش يصير جمعة جاية في المناسطين بعد ما ايجا جوانتك ربحت اللقبة متاعها في بكين هذا هو الترتيب الجديد المنفروض بش يهبت اليوم لم يكن هناك تغييرات كبيرة في الترتيب العام فقط تم تسأل برشا بقي يسألوا فيه كارولين غارسيش بها ما زالت في التوب تين قاعدة تعمل غادي تقول لي قاعدة توسع في بالها شبش نقول لكم فيما يحدها جميعين وبش تمشي على روح قلت لكم ماريفات ترى وما زال عندها بعض النقاط قاعدة تكل منهم النقاط متاع التيتر اللي تحصلت عليها عمناه في الترنوفينال هي لي هز التيتر تقريبا قداش هي خسرت ماتش بارك يعني 1375 نقطة عندها في الترنوفينال نحو 3450 نحي منهم 1375 نقطة تشوف شبش بقارها تقريبا الفين وخمس سرعين حاجة هكا دونك مش توا مش الجماعة هذي مش الجماعة جاية الجماعة اللي بعد بالضبط يعني حتى الجماعة جاية بش تقعد ما زالت في التوب تين رايح الجماعة اللي بعد وقت اللي بش تبدأ الجولة الختمية وقتها كارولين غارسية بش تؤخر كما قلت لكم في الفيديو اللي فهات ترتيبها جديد بش يكون رقم 19 سوف سي تعملش من بيرفورمانس في الترنوار هذي جماعة هذي وقتها فالحالة هذي ربما تكسب بعض المقاعدة دونك توليكا دونك توليكا رايح بش تخرج من التوبتين بعد جماعتين وقت اللي تبدأ الدورة الختمية هنه توان كونو وصلنا لدورة جانجو بعد ما عرفنا كيفاش نطقوها بالصحيح رينا برشة انسحابات ومنطقية راهو الانسحابات ريباكينا انسحبت بعد ما حصت بشوية تقلقات كوكوغوف ايقالما انسحبت ميكوفا وانروسوفا بعد ما تأكدوا من التأهل ومتاحهم خرجوا من انسحبوا من الدورة بقعدة انسجابر بشتوتها في نورمال بيش تقعد على خاطر خاطر ملعبت شيسر ماتشوية راهو السنية انسجابر عندها نقص كبير في عدد الماتشوية اللعبتهم دونك للشكون هم اللي قعدوا فعليا وليفافوريت خمسة وكينزيدوهم اللعبة كينوان زهانج الصينية ماريا ساكاري انسجابر كارولين غارسيا كودرميتوفا وليعبة كريتشيكوغا كما قلت ونزيدوهم اللعبة السينية كينوان زهانج نلقو 6 فاوليت اربع منهم اي صبيات في سننة نسلة اللي هما انسجابر ماريا ساكاري وكورلين جارسيا وكريتشيكوغا Macedonia دانك اي صتير ما تصالح لها انسجابر ماتش ماتشحة في سنة نهربع رğaول توقيت مازال متحددش انسجابر غربWhoa توقيت جنجو توقيت في ألو الوقت لي وصلت الجنجو وديجا هبتت الصفحة الرسمية بتاع ال WTA المواعيد والقرعة والمردود المالي بتاع الدورة دي كل ما نحتاجه بش نعرفوه على الدورة بالنسبة للقرعة بعض التغيير فيها خطر هما عملوا قرعة أولية وبعض الانسحابات تغيرت بتبيع القرعة دوك أنس جابر في المباراة الأولى متاحة بش تلعب ضد يا أما اللعبة الإيطالية برونزاتي أو اللعبة الصينية هانيو جواو هما بش يلعبوا ضد بعض هما غدوة غدوة ثلاث وكما قلت المنتصرة ما بنيتهم بش تتواجه مع أونس جابر أونس جابر في صورة مرورها في الويتام دو فينال في الكار دو فينال بش تتقابل مع منطق الأقرب للمنطق داريا كازاتكينة داريا كازاتكينة وإلا اللعبة كوتشاريتو الإيطالية وإلا الأقرب للمنطق من اللعبة داريا كازاتكينة اللعبة الروسية أونسويت لو كان تتعدل النصف النهائي فإنه في النصف النهائي ثم فيكيتش ثم كريتشيكوفا بطريقة ذوما هما ماجدالينات بيترا ماتر مارتيتش شنايدر تسورينكو وهذهما دونك الأسماء اللي ممكن واحدة منهم نلقاوها في النصف النهائي ضد أونس جابر الأقرب دي ما أقوله أنا نتصور الأقرب يا فيكيتش يا أما كريتشيكوفا وفي النهائي بالطبيعة اللي بيش توصل النهائي بيش تكون كاروين غرسية ولا سكاري ولا كودير ميتو وإلا سامسونوفا أيضا وإلا كينوينزهانك حتى كينوينزهانك عندها فرصة ريناها لعبة ممتازة لعبة تلعب في بلادها دونك حظوظها قائمة بشكل فعلي حظوظها بش تكون قائمة هذي دونك القرعة الجديدة بعد ما صارت الانسحابات اللي قلت لكم عليها إن شاء الله أونس جابر دونك تقدم وجه باي تربح شوية نقاط بايين يفيدوها بلوتار والأهم وأنه تتخذ الترنوذي كتحذير للجولة الختمية تلعب سان ريسك وحتى كينو مثلا ما تخلطش الفينال ولا دوني الفينال ميش مشكلة كي ما قلنا له أهم عدم تعرض إصابات أولا ثانيا تلعب زوظ لثامات شوية عبارة على تحذير الجولة الختمية هكيا يكون وصلنا لخاتمة الفيديو مرة أخرى عاود نعبر على الموسين دا المطلقة لأخوتنا في فلسطين ونتعو لهم إن شاء الله هابن نصر كنت معاكم موراد بالحاج من تونس شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر